وقد ذكر موقع دوتش فيلا ذكر أن المصريين في الخارج يصوتون على التغييرات الدستورية التي قد تسمح لسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030 ويرى النقاد التعديلات بأنها خطوة إلى الوراء نحو الاستبداد لسنوات عديدة حكمت فيها الحكومات العسكرية مختلفة الدول العربية لكن الشعوب تتوق لمستقبل مختلف كما كتب راير هرمان في صحيفة فرانكفورت اليومية الألمانية ونناقش المشاهدين مع ضيفي هنا في الستوديو الكاتب الصحفي أبو المعاطي السندوبي أستاذ أبو المعاطي بس ملاحظة أننا لحظتها عندما استعرضنا بعض من الصحافة الغربية سواء وكالات أو حتى جرائد أو مواقع مختلفة يتحدثون بأن هذه التعديلات التي سوف تتيح لعبد الفتاح السيسي الحكم حتى عام 2030 هكذا ما قالته دي ترجمات لهذه الصحافة لو نقارن ما قالته الصحافة بينما عرضناه من الصحافة المصرية كيف نستطيع أن نرصد الفرق الجوهري؟ طبعاً فرق الجوهري أنه دي صحافة فعلاً وأن دي منشورات لتأييد نظام ديكتاتوري عسكري فاشي بمعنى أن هنا من ناحية المهنية بيقدم معلومات أن هذه التعديلات ستؤدي إلى استمرار هذا الرجل في الحكم لـ 2030 لو أنت ستك بسيط على كل العنوين والمنشتات بطاعة الصحافة المصرية ولا عنوان كاتب فيه أن هذه التعديلات تعني استمرار السيسي في البقاء في الحكم لغاية 2030 وده معناه تغييب معلومة عن الناس أنت رايح تصوت على أساس إيه؟ لاحظ حاجة تانية أن هنا كاتب بالضبط أنه زيادة دور المؤسسة العسكرية أن هنا معناه أن الثورة المضادة اكتملت بهذه التعديلات وأصبحت في وضع متكامل في شن هجمتها على جميع الجبهات ولم يبقى غير الدستور لو أنت لاحظت هنا في الصحافة بتاعتنا ما فيش ولا صحيفة تبرعت من الصحف دي وكتبت بالضبط إيه هي المواد القديمة اللي هي مفروض تتعدل وإيه هي التعديلات اللي تمت فيها وعملتهم في جدول قدام القارئ المصري ليقارن إيه هو اللي كان موجود وإيه هو اللي يتم تعديله يعني سيبك من التحليل سيبك أنك مع التعديلات أو ضدها لكن دي معلومات لازم أنت كصحافة تقدمها للقارئ والقارئ يقرر يصوت لصالح هذه التعديلات أو ضدها المهنية حتى الصحفية في أنك أنت مثلا في الحوار بتاع اليوم السابع مع رئيس المرلمات بيكلم على كلام هو ذات نفسه يكذب على نفسه لأنه هو جزء من هو أحد الأعضاء في السلطة القضائية والنادي القضاء طلع بيان بيقول فيه أنا مش موافق على هذه التعديلات الدستورية لأنها بتنتقس من استقلال القضاء وعمل لهم جلسة خاصة في مجلس الشعب وقالوا نفسه هذا الكلام ورغما عن ذلك هو بيقول هنا كلام تاني خالص مختلف هنا بيبين قد إيه الصحافة المصرية لم تعد صحافة بالمعنى المهني بعيدا عن أنها تكون مؤيدة أو معارضة لكن مهنيا أصبح هذا النظام يعمل فيه خدمته مجموعة من بين قسين صحفيين لكن هما مجموعة من الأرزؤية الذين لا ينتمون للمهنة أصلا يعني ممكن نقول مثلا فيه صحفيين كانوا مؤيدين للسيسي صحفيين كانوا مؤيدين لمبارك وصحفيين كانوا مؤيدين للسادات وصحفيين كانوا مؤيدين فيهم مهنة الصحافة ذاتها لكن دول مفيش مهنة الصحافة دول مجموعة من المنتسبين إلى هذه المهنة ده ظلما وزورا وبهتانا طيب تحدثت الصحف الغربية بشكل كبير طبعا نحن لم نستطع أن نستعرض كافة ردود الأفعال فيها حول حملة باطل هذه الحملة التي جمعت ما يقرب من ستمائة ألف صوت حتى الآن طبعا لم نجد أي صدى لهذه الحملة في الصحافة المصرية طب لأنه بكل بساطة ده معانا الوجه الآخر لحقيقة اللي هم عاوزين يخفوه مش عاوزين يقولوا أنه فيش حد مش موافع على هذه التعادلات بيكلم على إقبال تاريخي بيكلم على إقبال جماهيري واسع بيكلم على طوابير والناس وقفة هل من الطبيعي جدا أن نفس كل دول ما فيش حد معارض للتعادلات هل كل المصريين تحولوا إلى أنهم بقوا يمتسلون لأمر هذا السفاح طبعا فيه معارضين بس بما أنه معدم السماح للمعارضة لأن التعادلات الدستورية في جوهرها فعلا هي مش تعادلات هي دستور صغير بيتعامل على مقاس السيسي بمعنى تقنين كل السياسات الدكتاتورية امتلاكه للسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية انهاء الفصل ما بين السلطات التلاتة اقطاء الجيش السلطة والهيمنة الكاملة على مؤسسات المجتمع بكامله وأيضا فوق إرادة الشعب بمعنى أن الجيش يقرر حتى لو واحد نجح في الانتخابات وبقى رئيس جمهورية هل هذا الرجل يحق له أن يبقى رئيس جمهورية ولا لا الجيش اللي يقرر مش الشعب وبالتالي هنا كل هذه التعادلات هي دستور جديد يضع السيسي لمزيد من الهيمنة والسيطرة وجمع السلطات كلها في يده وإدارة المصر كلها وكأنها تيكية خاصة به ملكها أو رساها عن آله هذه التعادلات في النهاية في جوهرها بتحكي قصة مهمة جزء كبير جدا من التعادلات ديت وإحنا صحفيين وفاهمين بتمارس فعليا بس هي السفاحة وزنئلها لبنحات التقنية لم تقنن يقوم بتقنينها وبالتالي الآن يتم تقنينها